فينانشل تايمز كتبة مقال فينانشل تايمز لمن لا يعرفها هي واحدة من الجرائد الغربية الأكثر انتشاراً في العالم من حيث الجدية وهي متخصصة في الاقتصاد وفي التجارة وفي المال أي أن ما فيش مثلاً مدراء شركات أو خبراء مال أو خبراء الأسواق أو كبار التجار أو كبار الشركات الكبرى أو الدول أو اللي لا يقراش فينانشل تايمز مفيش فينانشل تايمز هي لبيبل هي القرآن أنت هؤلاء الحكام الكبار اللي دائماً في يدهم لازم يقرأها فأيش كتبت فينانشل تايمز خاصة خاصة تحليل مطول يعني اليوم 20 أبريل قالت مي أن الجزائر كله خلاصة قالت بأن الجزائر كان عندها فرصة كبيرة جداً مع تفجر هذه الحرب خلاصة الكلام مع تفجر هذه الحرب أن تصبح لاعب كبير على سحة طاقة خاصة في قضية الغاز فهي قريبة من أوروبا وأوروبا تحتاج الغاز إسبانيا تحتاج وفرنسا وإيطاليا وكل أوروبا الآن خاصة في هذه الخصومة مع روسيا وأن الجزائر كان بالإمكان أن تروح بعيد لو أن القطاع الغازي انتاحا كان يدار بطريقة عقلانية بطريقة اقتصادية صحيحة قال لك هناك فوضى في إدارة القطاع البترولي والغازي في الجزائر وبالتالي الجزائر لن تستفيد من فرصة عالمية توفرت لها عن طريق الغزو الروسي لأوكرانيا قالوا مش فقط المشكلة مش فقط في الإدارة الإجرامية أو هم قالوا إجرامية قالوا الإدارة السيئة إلى آخره نحن نسموها إجرامية لأننا عارفين هذا إجرام في حقنا لكن قالوا أيضا لأنه لتيجة إلى عدم الاستقرار السياسي وتغيير القوانين وكذا مع كاش استثمارات هربت الشركات وقالوا أنه قضية الإرهاب والنفخ في الإرهاب هربت الشركات وما يفهموش هذه المافيا الإرهابية لما تبقى دائما تغني على الإرهاب 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 تخوف الناس في الداخل لكن تخوف الناس في الخارج أيضا تخلف لأنه يتخوف المستثمرين لا يهمهمش يهمهم فقط استخدام ورقة الإرهاب لترهيب الجزائرين وترهيب الجزائرين وناس كثير داوهم باطل ظلم وعدوانا لأنهم تهمت الإرهاب قالوا لي بعض إخواننا حركيين كان منهم اللي قال لي لما شدينا معاهم مثلا قلنا لهم من سنيوش البيفيات قلنا لهم كذا قالوا لهم سنيوش البيفيات قلوا له اسمع سنيوش البيفيات للحراك تجمهر غير مسلح تسبيت تبون تسدي فيها ست شهر عام عام ونص عامين خير من اللي اندروا للقضية الإرهاب تروح فيها وراء الشمس من عشر سنين والفوق هكذا يعني بدون أدنى قالوا لهم سنيو وديرو ولا تروحوا فيها الإرهاب يعني يستخدموا الإرهاب كسكين يرعبوا به الشعب والمناضلين والأحراب اللي يريدون إنقاذ البلاد ما زالوا مستمري فيه فهنا التحليل تقول هذه الجريدة تقول إذن غياب الاستثمارات وعدم الاستقرار وقضيت وجود دائما مخاوف أمنية إلى آخره هربت الناس والشركات الكبيرة وأضافت شيء آخر قالوا هذا ما يكفيش كله فزاد النظام خصومته مع النظام المغربي خلاه انتع ضربت نحلي عين ونحلو زوج هذه أنا كنت قلتها لكم من ذلك الوقت يعني يعني بالمعنى هذا هي قالت قالت أنه خصومة النظام اللي يحكم وقالت هي النظام عسكري بوجهها مدنية قالت بأن هذا النظام زادت خلف الخصومة اللي هي مع المغرب تصاعدت ورح أغلق البايبلاين هذيك اللي تمر على طريق المغرب ومما خصر البلاد في مئات ربما ملايير دولارات على مدار سنة فقط باش يمنع شوية جزء كان يروح من الغاز وممكن خمسين مليون دولار ولا في السنة تروح لهم نتيجة اللي مرور الأنابيب البايبلاين على المغرب وبذلك قالت هذا اللي هما بالنسبة ليهم وهذه نشتغل في تحليلات أخرى أنه الاسبان ربما مليزا تشجحهم على الإنقلاب في قضية موقفهم يعني في قضية الصحراء هو أنه هذا ليس سريزة ليس جديين تخيلوا الآن لكن تشوفوا بللي بوتين راه هدم أوكرانيا يعني كين مدن كما هذه ماريو بول تكاد تختفي من الأرض عشرات الألف من القتلى لحد الآن بعد اليوم رانا 44 ولا 55 لا اليوم رانا 54 ولا 55 يوم في الحرب لحد الآن لم يقطع بوتين الغاز المار عبر أوكرانيا إلى أوروبا وبالتالي لم يقطع الغاز على أوكرانيا يعني يهدم فيها هدم باسم الحارب وباسم حارب الغرب ومشعار في الآخرة وأن أوكرانيا ما لازمش تكون في يد النيتو وسميها ما شيء لكن لم يمنع الغاز بالرغم قرار الحرب غير العقلاني لكنه لما جاء النقطة هذه في قضية الغاز ما قطعوهش وكان قادر لو قطع الغاز الآن بوتين ينح عين الروح وينح زوج عيون الألمان والأوروبيين الأخرين اللي تكلوا عليه وراهم يمدوا في السلاح الأوكرانيا ألمانيا يتمد في السلاح وإيطاليا يعني كل الدول اللي تشريف الغاز على بوتين تمد في السلاح الأوكرانيا وهي ضد بوتين في الحرب وتساند في أوكرانيا لكن ما قطعش الغاز أولا لأنه عنده مدخول منه ثانيا لأنه كان هناك في النهاية كان هناك عقود لا احنا انتوا عنا اختلفوا تهموا الحقيقة كان انتهام باطل زادوا ربطونا فيه قال لك كراه والمغرب حرق في منطقة القبيل حرق ومعها رشاد مش عارفوا الماك وأي شيء أي كلام وراحوا يبتعوا في الغاز فطبعا قال له حكومات الأخرى والدول الأخرى يقول لك هذا مش مش شه هذي عندهم الحق للشعب جزائر لما قال مافيا هذه مافيا عسكرية هذه مش حكومة هذه فإذا الفاينانشل تايمز عقبت ومطولا على الموضوع وقالت للأسف أن هذه البلاد كان ممكن تروح بعيد وتقتنم هذه الفرصة وتصبح مموور رئيسي لأوروبا لكنها لن تستطيع أن تفعل كل ما ستستطيع قالوا أنهم ربما يزيدوا بضع ملايير من المترات المكعبة من الغاز ربما ربعة خمسة وهذا تقريبا كنت أنا قلت لكم عليه قبل حول أسبوع قلت لكم رح نيبيع وربعة خمسة والباقية قلت يقالوا التاليان زيدوكم تسع ملاير في السنة متر مكعب رح ينحوه من عند الجزائريين انتظروا قطاع الغاز بداية من سبتمبر في كثير من الأماكن رح يتقطع الغاز باسم أنك ما خلصتش أو باسم أنه وكان الجهات اللي كانوا باش يفوتوا لها البايبلاين وصلوا لها الغاز رح نيحبسوا لأنهم لازم يبيعوا شوية لطليان زياداء قد يوعدوهم ولزادة الموضوع الغريف الأمر سمعوا هذا التعليق سمعوا شوفوا كم هو إجرامية سمعوا هذا التعليق واش يقول هذا توفيق حكار جاء في تصريح للمدير العام جاء في تصريح للمدير العام لشركة سونتراك الجزائرية توفيق حكار بداية أفريل الجاري أنه منذ بداية الأزمة في أوكرانيا فقد انفجرت أسعار البترول والغاز ارتفعت يعني بشدة وقد قررت الجزائر الإبقاء على الأسعار التعاقدية الملائمة نسبيا مع جميع زبائنها غير أنه لا يستبعد إجراء عملية مراجعة حساب للأسعار مع زبونها الإسباني تفعت الأسعار واش دارت الجزائر مفروض تستفيد من ارتفاع الأسعار قالك خلينا نحن الأسعار خلينا نام كما هم في بلاد واحد اللي رح نرفعه للأسعار شكون هو إسبانيا علاه أقل كمقة غيرت موقفها من الصحراء يعني في النهاية رك حبيت تقول لن نام باللي على جل الموقف من قضية الصحراء الغربية شعب الجزائري يخسر ملايير الدولارات قالوا مثلا في إيطاليا قالوا مش هنرفع الأسعار خدش إيطاليا راه معنا راه تقول راه مع الشرعية الدولية ومش عار في قضية الصحراء معنا يشد الوسط ما يلا مع المغرب لا مع الجزائر في قضية الصحراء واش نديرو؟ نخلو السعار نهبطوهم الأسعار نقصو أو نخلو هذوك الأسعار اللي كانوا من قبل صح إسبانيا اللي كنا ننبيعوا لها بسعر رخيص دارك نرفعوا لها الأسعار لأنها غيرت موقفها إذا القضية ما هيش مصلحة الجزائر الشعب الجزائري المفقر أكثر إيتو اللي هاي النقابات تتحضر باش تتظاهر الأسبوع القادم وملايين عايشين على الديون وعايشين على الفاقر لا لا المصالح مش هذي الموقف من قضية الصحراء هو اللي يحدد السعر يتباع بسعر السوق ولا يتباع بالسعر المخفض السولد الغاز والبترول يبيعوه سولد على حساب هذه الحكومات اللي تدعمهم ولا سكتع لهم في قضية الحراك والحق الإنسان أو في قضية الصحراء هذا مش مش إجرام في حق الجزائر والجزائريين موسيقى